أهلا بكم ربما لم يشهد مجلس النواب العراقي في تاريخ ما بعد 2003 كما شهد في دورة الخامسة من أزمات وتعقيد وتعطيل ولادة عسيرة بعد احتجاجات كان أبرز مطالبها انتخابات مبكرة غرفة أخبار التغيير أحصت عدد جلسات البرلمان التي وصلت إلى 13 جلسة عقيدت منذ بداية عمل البرلمان بتفاصيلها ومواعيدها ونتائج كل واحدة منها في التاسع من كانون الثاني نجحت الجلسة الأولى في التصويت على رئيس مجلس النواب ونائبيه رغم الخلافات التي نتج عنها وعكة أصابت رئيس السن محمود المشهداني في السابع من شباط فشل المجلس في انتخاب رئيس الجمهورية لتتحول الجلسة إلى تداولية لعدم اكتمال النصاب بعد إعلان كتل رئيسية مقاطعاتها أما في الخامس من آذار عقدت أو عقدت جلسة للتصويت على قرار فتح باب الترشيح بمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخابه لكنها لم تحقق نتائجا لذات الهدف الذي انعقدت من أجله في الشهر عينه عقدت ثلاث جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية لكن المجلس أخفق في جميعها وفي العاشر من آيار أقرت في الجلسة السابعة القراءة الأولى لمشروع قانون لحظر التطبيع مع إسرائيل وفي الجلسة الثانية التي حضرها 270 نائبا بشر المجلس فيها بالقراءة الأولى لمقترح قانون الدعم الطار للغذاء أو للأمن الغذائي والتنمية أما بالقراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني أنهى فيما بعد مناقشة مقترح القانون في الجلسة التاسعة وفق البرلمان العراقي بإجماع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل وفي نهاية آيار أدرج المجلس مناقشة قانون الدعم الطار للأمن الغذائي لكن ومع انتهاء شهر آيار لم تحرز جلسات البرلمان العشر أي تقدم في حلول الأزمة السياسية إذ لم تتوصل لنتيجة في ملف اختيار رئيس الجمهورية أو حتى تشكيل الحكومة في الثامن من حزيران عقدت الجلسة الحادية عشرة والتي تضمن فقرة التصويت أو تضمنت فقرة التصويت على مقترح قانون الدعم الطار للأمن الغذائي والتنمية أما في الثالث عشر من حزيران وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على استقالة الكتلة الصدرية من المجلس وفي الثالث والعشرين من حزيران عقدت جلسة استثنائية صوت فيها البرلمان على استبدال ثلاث وسبعين نائباً بدلاً عن الكتلة الصدرية بنواب آخرين عدت السلطة القضائية في العراق عدم تسمية رئيس الجمهورية طيلة الأشرة التي أعقبت الانتخابات خرقاً دستورياً وهذا ما يحدث فعلاً أما في الثالث والعشرين من تموز كانت آخر جلسة مخصصة لبحث تداعيات الاعتداء التركي الذي نفته القوات التركية على منتج عن سياحي في دهوك شمال العراق ومنذ ذلك الحين لم تنعقد جلسات برلمانية بفعل الاعتصامات والاحتجاجات التي خرج بها أنصار التيار صدري والإطار التنسيقي لكن مع جلسة مرتقبة مخصصة للتصويت على النائب الأول ستنعقد بعد غياب جلسات البرلمان المفاجئ فيها أن الحلبوسي أعلن قبلها قرار الاستقالة من رئاسة البرلمان لتكون عودة الجلسات كما غيابها لا حل ولا تقدم هذا كل ما لدي شكراً لكم وهذه عودة إلى السدو الأخبار